حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد لها وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا أهتديتم وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه حتى ناوكيع قال حدثنا مسعر وصفيان عن عثمان بن المغيرة الثقافي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر لها عز وجل إلا غفر له حثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزية قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازي بن قال اشترى أبو بكر من عازي بن سجن بثلاثة عشر درهما قال فقال أبو بكر لعازي بن مر البراء فليحمله إلى منزلي فقال لحتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه قال فقال أبو بكر خرجنا فأدلجنا فأحثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظل النأوي إليه فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظليها فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرجت له فروة وقلت أتجع يا رسول الله فاتجع ثم خرجت وأنظر هل أرى أحدا من الطلبي الطلبي فإذا أنا برعي غنمين فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لباء قال نعم قال قلت هل أنت حالب لي قال نعم قال فأمرته فاعتقل شاطا منها ثم أمرته فنافض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على فمها خرقة فحلاب لي كثبة من اللبني فصببت يعني الماء على القدح حتى برد أسفله ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفيته وقد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت هل أنا الرحيل قال فارتحنا والقوم يطلبون فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشمين على فرس له فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال لا تحزن إن الله معنا حتى حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال لما تبكي قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفيناه بما شئت فسخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صد ووثاب عنها وقالا يا محمد قد علمت أن هذا عملك فدع لها أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لا أعمي على من ورائي من الطلبي وهذه كنانة فخذ فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنامي في موضعي كذا وكذا فخذ منها حاجتك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة لي فيها قال ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء محمد قال وتنازع القوم أيهم ينزلوا عليه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطالب لأكرمهم بذلك فلما أصبح غدا حيث أمر قال البراء بن عازي بن أول من كان قدم علينا علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار ثم قدم علينا أبن أم مكتومين الأعمى أخو بني فهر ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين راكبا فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا هو على أثر ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت سورا من المفصل قال إسرائيل وكان البراء من الأنصار من بني حريثة حثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أبو إسحاق عن زيدي بن يثيع عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله قال فسعر بها ثلاثا ثم قال لعلي رضي الله تعالى عنه الحقه فرد علي أبا بكر وبلغها أنت قال ففعل قال فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بك قال يا رسول الله حدث في شيء قال ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن سليم بن عامر عن أوسط قال خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا عام الأول وبك أبو بكر فقال أبو بكر سلو ألها المعافة أو قال العافية فلم يؤتى أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافة عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا أخوانا كما أمركم الله تعالى حان عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن محمدي بن عقيل عن معذي بن رفاعتا بن رافعن الأنصاري عن أبيه رفاعتا بن رافعن قال سمعت أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول سألوا ألها العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى حثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سواك مطهرة للفم مرضاة للرب حثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر وعن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر اللف ذنوب إلا أنت فاخفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقال يونس كبيرا حدثناه حسن الأشاب عن ابن الله عاتقال قال كبيرا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعب سآت يا أبا بكر رضي الله عنه يتميسان مراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهم أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحريث يقول إن أبا هريرة قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على هذا المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الأول ثم استعبر أبو بكر وبكى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا ألها العافية حثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وقال مرة ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثوهما حثنا روح قال حدثنا أبن أبي عروبة عن أبي التياحي عن المغيرة بن سبيع عن عمر بن حريث عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا صدقة بن موسى صاحب الدقيقي عن فرقد عن مرتاب بن شرحيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة باخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة وأول من يقرع باب الجنة المملكون إذا أحسنوا فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين مواليهم حان عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته من عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الولد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله قال فقال لا بل أهله قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبي طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم حثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثني النضر بن شميل المازني قال حدثني أبو نعمة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فصل الغدات ثم جلس حتى إذا كان من أد حضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس مكانه حتى صلى الأول والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر ألا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قد قال فسأله فقال نعم عرض علي ما هو كائن كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد ففضع الناس بذلك حتى أنطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكد يلجمهم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطافاك الله عز وجل أشفع لنا إلى ربك قال لقد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح إن الله اصطاف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون أشفع لنا إلى ربك فأنت اصطافاك الله واستجاب لك في دعائك ولم يدع على الأرض من الكفيرين ديارا فيقولوا ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم عليه السلام فإن الله عز وجل اتخذه خليلا فينطلقون إلى إبراهيم فيقولوا ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى موسى عليه السلام السلام فإن الله عز وجل كلمه تكليما فيقول موسى عليه السلام ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت فيقولوا عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيدي ولدي آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل قال فينطلق فيأتي جبريل عليه السلام ربه فيقول الله عز وجل إئذن له وبشره الجنة قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول الله عز وجل إرفع رأسك يا محمد وقل يسمع وشفع تشفع قال فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول الله عز وجل إرفع رأسك وقل يسمع وشفع تشفع قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبريل عليه السلام بضبعه فيفتح الله عز وجل وجل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فيقول أي ربي خلقتني سيدا ولدي آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه لا يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلتا ثم يقال ادعو الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعو الأنبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد ثم يقال ادعو الشهداء فيشفعون لمن أرادوا وقال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة قال ثم يقول الله عز وجل انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط قال فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء فيقول الله عز وجل أسمح لعبدي كاسماحه إلى عبيدي ثم يخيجون من النار رجلا فيقول له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني قد أمرت ولدي إذا ميت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني فاذروني في الريح فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فقال الله عز وجل لما فعدت ذلك قال من مخافتك قال فيقول الله عز وجل انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله قال فيقول لما تسخر بي وأنت الملك قال وذاك الذي ضحكت منه من الضحى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمضا لها عز وجل وأثنى عليه فقالا يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليضركم من ضل إذا أهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أو شك الله أن يعمهم بعقابه قال وسمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان حان هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير يحدث عن أوسط ابن إسماعيل ابن أوسط البجلي يحدث عن أبي بكر أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقام هذا ثم بكى ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلوا لها المعافة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافة ثم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا حتنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميدي بن عبد الرحمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال في داك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقى وداني حتى أتوهم فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد القريش ولات هذا الامر فبر الناس تبع لبرهم وفجرهم تبع لفجرهم قال فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء حانا علي بن عياش قال حدثنا العطاف بن خالد قال حدثني رجل من اهل البصرة عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمني بن ابي بكر الصديق قال سمعت ابي يذكر ان اباه سمع ابا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العمل على ما فرغ منه او على امر مؤتناف قال بل على امر قد فرغ منه قال قلت ففيما العمل يا رسول الله قال كل ميسر لما خلق له حثنا علي بن عياش قال حدثنا العطاف بن خالد قال حدثني رجل من اهل البصرة عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمني بن ابي بكر الصديق قال سمعت ابي يذكر ان اباه سمع ابا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله العمل على ما فرغ منه او على امر مؤتناف قال بل على امر قد فرغ منه قال قلت ففيما العمل يا رسول الله قال كل ميسر لما خلق له حثنا يزيد بن عبدالربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شيخ من قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن ابي امية عن يزيد بن ابي صفيان قال قال ابو بكر رضي الله عنه حين بعثني الى الشام يا يزيد ان لك قرابة عسيت ان تؤثرهم بالامارة وذلك اكبر ما اخاف عليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من امر المسلمين شيئا فامر عليهم احدا محاباتا فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ومن اعطى احدا حيم الله فقد انتهك في حيم الله شيئا بغير حقه فعليه لعنة الله او قال تبرأت منه ذمة الله عز وجل حثنا هاشم بن القاسم قال حدثني المسعودي قال حدثني بكيرو بن الاخناس عن رجل عن ابي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت سبعين الف يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدري وقلوبهم على قلبي رجل واحد فاستزدت ربي عز وجل فزادني معا كل واحد سبعين الفا قال ابو بكر رضي الله عنه فرأيت ان ذلك آت على اهل القرى ومصيب من حافات البوادي حثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت ابا بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجزبه في الدنيا حتنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال قال ابن شيهاب اخبرني رجل من الانصار غير متهمين انه سمع عثمان بن عفان يحدث ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كدى بعضهم ان يوسوي سقال عثمان فكنت منهم فذكر معنى حديث ابي اليمان عن شعيب حنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال ابن شيهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ابا بكر رضي الله عنه بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها مراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه فقال لها ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة عليها السلام فهجرت ابا بكر رضي الله عنه عنه فلم تزل مهاجرته حتى توفيت قال وعاشت بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة اشهر قال وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فابا ابو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به واني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ فاما صدقته بالمدينة فدفعها عمرو الى علي وعباس فغلابه عليها علي واما خيبر وفدك فامسكهما عمرو رضي الله عنه وقالا هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه وانوائبه وامرهما الى من ولي الامر قال فهما على ذلك اليوم حتنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها تمثلت بهذا البيت وابو بكر رضي الله عنه يقضي وابيض يستصقى الغمام بوجهه ربيع اليتام عصمة للارامل فقال ابو بكر رضي الله عنه ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا اين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لن يقبر نبي الا حيث يموت فاخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه حسن حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر بن العاصي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الله ذنوب الا انت فاخفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم حسن حماد بن اسامة قال اخبرنا اسماعيل عن قيس قال قام ابو بكر فحمد لها واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الاية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم حتى اتى على اخر الاية الا وان الناس اذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه او شك الله ان يعمهم بعقابه الا واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس وقال مرة اخرى وان سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازمين عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الاية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقابه حثنا يزيد قال اخبرنا همام عن فرقد السباخي وعفان قال حدثان مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة حثنا يزيد بن هارون اخبرنا صدقة ابن موسى عن فرقد السباخي عن مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا باخيل ولا منان ولا سيء الملكة واول من يدخل الجنة المملوك اذا اطاع لها واطاع سيده حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي التياحي عن المغيرة بن سبيع عن عمر بن حريث ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه افق من مرضة له فخرج الى الناس فاعتذر بشيء وقال ما اردنا الا الخير ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه اقوام كأن وجوههم المجان المطرقة حثنا روح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من اهل حمص وكان قد ادرك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال سمعت اوسط البجالية عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعته يخطب الناس وقال مرة حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الاول مقامي هذا وبكى ابو بكر رضي الله عنه فقال اسأل لها العفو والعافية فان الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية وعليكم بالصدق فانه في الجنة وياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في النار ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا اخوانا كما امركم الله عز وجل حثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر يعني ابن عياش عن عاصمين عن زر عن عبد الله ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد قال حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابو بكر ويزيد بن عبد العزيز عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال غضا او رطبا حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد العزيز بن محمد وسعيد بن سلمة بن ابي الحسام عن عمر بن ابي عمر وعن ابي الحوير في عن محمد بن جبير بن مطعمين ان عثمان رضي الله عنه قال تمنيت ان اكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينه مما يلقي الشيطان في انفسنا فقال ابو بكر رضي الله عنه قد سألته عن ذلك فقال ينجيكم من ذلك ان تقول ما امرت عمي ان يقوله دثن اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن الحسن ان ابو بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافة فسالوا وهما الها عز وجل حثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابني اسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال لما ارادوا ان يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر اهل مكة وكان ابو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة فكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب الى ابي عبيدة وللاخر اذهب الى ابي طلحة اللهم خير لرسولك قال فوجد صاحب ابي طلحة ابا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عمر بن سعيد عن ابني ابي مليكة اخبراني عقبة بن الحريث قال خرجت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وعلي عليه السلام يمشي الى جنبه فمر بحسني بن علي يلعب مع غلماء فاحتمله على رقبته وهو يقول وبابي شبه النبي ليس شبيها بعلي قال وعلي يضحك حسنا اسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزة عن ابي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء معز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده فقلت له انك ان اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم الا خيرا قال فامر برجمه حسنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلمين قال اخبرني يزيد بن سعيدي بن ذي عصوان العمسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق ابي بكر في غزوة السلاسل قال وسألته عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثوه عما تكلمت به الانصار وما كلمهم به وما كلما به عمر بن الخطاب الانصار وما ذكرهم به من امامة اياهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبيعوني لذلك وقابلتها منهم وتخوفت ان تكون فتنة تكون بعدها ردة حسنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلمين قال اخبرني يزيد بن سعيدي بن ذي عصوان العمسي عن عبد الملك بن عمير اللخمي عن رافع الطائي رفيق ابي بكر في غزوة السلاسل قال وسألته عما قيل من بيعتهم فقال وهو يحدثوه عما تكلمت به الانصار وما كلمهم به وما كلما به عمر بن الخطاب الانصار وما ذكرهم به من امامة اياهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فبيعوني لذلك وقابلتها منهم وتخوفت ان تكون فتنة تكون بعدها ردة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي عن اوسطى بن عمر قال قدمت المدينة بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فالفيت ابا بكر يخطب الناس فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الاول فخنقته العبرة ثلاث مرار ثم قال يا ايها الناس سلوا الها المعافة فانه لم يؤتى احد مثل يقي بعد معافة ولا اشد من ريبة بعد كفر وعليكم بالصدق فانه يهدي الى البر وهما في الجنة وإياكم والكذبة فانه يهدي الى الفجور وهما في النار حدثنا محمد بن ميسر ابو سعد الصاغاني المكفوف حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ابا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوافة قال اي يومين هذا قالوا يوم الاثنين قال فان مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغدى فان احب الايام والليالي الي اقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع عن صفيان حدثنا عمرو بن مرة عن ابي عبيدة قال قام ابو بكر رضي الله عنه بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعميل فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عام الاول فقال سألوا الها العافية فانه لم يعطى عبد شيئا افضل من العافية وعليكم بالصدق والبر فانهما في الجنة وإياكم والكذب والفوجور فانهما في النار حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني اسد يحدث عن اسماء او ابني اسماء من بني فزارة قال قال علي رضي الله عنه كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصل ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب الا غفر له وقرأ هاتين الايتين ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والذين اذا فعلوا فاحشاتا او ظلموا انفسهم الآية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عثمان عثمان من الى ابي عقيل الثقافي الا انه قال قال شعبة وقرأ احد هاتين الايتين من يعمل سوءا يجزبه والذين اذا فعلوا فاحشاتا حثنا بهز بن اسد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت قتادة يحدث عن حميدي بن عبد الرحمن ان عمر قال ان ابا بكر رضي الله عنه خطبان فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام اول فقال الا انه لم يقسم بين الناس شيء افضل من المعافة بعد اليقين الا ان الصدق والبر في الجنة الا ان الكذب والفجور في النار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت البراء قال لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا برعي غنمين قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لباء فاتيته به فشرب حتى رضيته حنا بهز حدثنا شعبة حدثنا يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصمين يقول سمعت ابا هريرة يقول قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا اقوله اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مطجعي قال قل اللهم فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة او قال اللهم عالم الغيب والشهادة فطر السموات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه حدثنا عفان حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصمي بن عبد الله فذكر معناه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل قال سمعت قيس بن ابي حازمين يحدث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه خطب فقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الاية وتضعونها على غير ما وضعها الله يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت ابا سوار القاضي يقول عن ابي برزة الاسلامي قال اغلظ رجل لابي بكر الصديق رضي الله عنه قال فقال ابو برزة الى اضرب عنقه قال فانتهره وقال ما هي لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شيهاب عن عروتابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما افاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال ابو بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن حالها التي كانت عليها عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعملنا فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فابا ابو بكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابي بكر في ذلك فقال ابو بكر والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم آل فيها عن الحق ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته حثنا ابو كامل حدثنا ابو عوانة حدثنا عثمان بن ابي زرعة عن علي بن ربيعة عن اسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت علي كرم الله وجهه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء ان ينفعني منه واذا حدثني غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمئ يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى الا غفر الله له ثم تلا والذين اذا فعلوا فاحشاتا او ظلموا انفسهم حثنا ابو كامل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شيهاب عن عبيدي بن السباقي عن زيدي بن ثابت قال ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه مقتال اهل اليمامة فقال ابو بكر يزيد بن ثابت انت غلام شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة والعباسات يا ابو بكر يتميسان مراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حينئذ يطلبان ارضه من فدك وسهمه من خيبر فقال لهما ابو بكر رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة وانما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا ادعو امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه الا صنعته حثنا موسى بن داود حدثنا نافع يعني ابن عمر عن ابن ابي مليكة قال قيل لابي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله فقال انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا راض به وانا راض به وانا راض حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر وعن ابي سلمة ان فاطمة رضي الله عنها قالت لابي بكر من يرثك اذا متقال ولدي واهلي قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي لا يرث ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق حثنا عفان حدثنا يزيد بن زريعا حدثنا يونس بن عبيد عن حميدي بن هلال عن عبد الله بن مطرفي بن الشيخ خيري انه حدثهم عن ابي برزة الاسلامي انه قال كنا عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه في عمله فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله اضرب عنقه فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك الحديث اجمع الى غير ذلك من النحوي فلما تفرقن ارسال الي بعد ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقالا يا ابا برزة ما قلت قال ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه قال اما تذكر ما قلت قال قلت لا والله قال ارأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت اضرب عنقه عنقه يا خليفة رسول الله اما تذكر ذاك او كنت فاعلا ذاك قال قلت نعم والله والان ان امرتني فعتقال ويحك او ويلك ان تلك والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابن ابي عتيق عن ابيه قال ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواك مطهرة للفم مرضاة للرب حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصمي بن عبد الله قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو بكر يا رسول الله كل شيئا اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فطر السموات والارض رب كل شيئ ومليكه اشهد ان لا إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأمره أن يقوله إذا أصبح وإذا أمس وإذا أخذ مضجعه حثنا محمد بن يزيد حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة قال قيل لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة الله فقال بل خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أرضى به حثنا موسى بن داود حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أبن أبي مليكة قال كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال فقالوا له أفلا أمرتنا نناولكه فقال إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي بكر رضي الله عنه قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعميل فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول فقال إن أبن آدم لم يعطى شيئا أفضل من العافية فاسألوا ألها العافية وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة وإياكم والكذب والفجور فإنهما في النار حثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصم من دماءهم وأنوالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى قال فلما كانت أردت قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتل أن من فرق بينهما قال فقاتل معه فرأينا ذلك رشدا دثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبو بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به فكل سوء عملنا جزينا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لاك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء قال بل قال فهو ما تشزون به حانا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير أظنه قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية قال يرحمك الله يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء قال بل قال فإن ذاك بذاك حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن أبي بكر الثقافي قال قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به فذكر الحديث حثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقافي قال لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به قال فقال أبو بكر يا رسول الله إن لنجاز بكل سوء نعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم قال الله يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء فهذا ما تشزون به حان أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شات فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها أبنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكني أبنة مخاض فابن لبوء ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها أبنة لبوء إلى خمس وأربعين وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طرقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت أحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت لبوء إلى تسعين فإذا بلغت أحدى وتسعين ففيها حقة طرقة الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين أبنة لبوء وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الأبلي في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبوء وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبوء وليست عنده ابنة لبوء وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبوء ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبليف ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنامي الغنامي في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتين إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شات ولا تأخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يترجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهمين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبيري وأخذها ابن الزبيري من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج حدثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن سالمين عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس أو حذيفة ابن حذا فتشك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فاثوفي بالمدينة قال فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أمكحتك حفصة قال سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يوم هذا قال عمر فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبا بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها حتى ناسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة ابن مسلمين أبا سلمة عن فرقد السباخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملكين وأيتاما قال بل فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا فما ينفعنا في الدنيا يا رسول الله قال فرس صالح ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملك يكفيك فإذا صل فهو أخوك حتى عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن السباق قال أخبرني زيد بن ثابت أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليه مقتال أهل اليمامة فإذا عمروا عنده فقال أبو بكر إن عمر أتني فقال إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب قرآن كثير لا يعوى إني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا هو والله خير فلم يزال يراجعني في ذلك حتى شرح الله بذلك صدري ورأيت فيه الذي رأى عمر قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر رضي الله عنه عنه إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمشي عن اسماعيل ابن رجاء عن عمير مولى العباسي عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحركه فلا أحركه فلما استخلف عمر اختصم إليه فقال شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه قال فلما استخلف عثمان رضي الله عنه أختصم إليه قال فأسكت عثمان وناكس رأسه قال ابن عباس فخشيته أن يأخذه فضربت بيد بين كتفي العباس فقلت يا أبتي أقسمت عليك إلا سلمته لعلي قال فسلمه له حثن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم ابن كليب قال حدثني شيخ من قريش من بني تيمين قال حدثني فلان وفلان وقال فعد ستة أو سبعة كله من قريش فيهم عبد الله ابن الزبير قال بين نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس رضي الله عنهما قد ارتفعت أصواتهما فقال عمر ما يا عباس قد علمت ما تقول تقول ابن أخي ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحت ولها شطر المال وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليته من بعد أبي بكر رضي الله عنه فأحلف بالله لا أجهد أن أعمل فيه بعمل رسول الله وعمل أبي بكر ثم قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه وحلف بأنه لا صادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمسكين وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئت ما أعطيتكما لتعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكم ثم قال فخلوا ثم جاء فقال العباس ادفعه إلى علي فإني قطط نفسا به له حسنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إني لا أولث حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عيسى يعني ابن المسيب عن قيسي بن أبي حازمين قال إني لا جالس عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر فذكر قصة فنودي في الناس أن الصلاة جامعة وهي أول صلاة في المسلمين نودي بها إن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعيد المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وهي أول خطبة خطبها في الإسلام قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس ولوديدت أن هذا كفانيه غيري ولئن أخذتمون بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما ما أتيقها إن كان لا معصوما من الشيطان وإن كان لا ينزل عليه الوحي من السماء حثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مطجعي من الليل اللهم فطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلمين آخر مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر